بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق اللعين للأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك أرحم الراحمين أيها الإخوة الأكارم نمضي وإياكم في برنامج اقتربة الساعة اقتربة الساعة أي حان وقت يوم القيامة الله عز وجل جعل لقيام الساعة علامات الساعة لا تأتي هكذا صحيح أنها تأتي بغتة ولكن جعل الله لها أمارات وشروط جعل لها علامات صغرى وقعت وانتهت منها بعثة النبي وموت النبي صلى الله عليه وسلم وجعل لها علامات صغرى أي أنها ظهرت منها ظهر الآن كثير منها ظهر وما زال يظهر من الأشياء التي كان يفتخر بها الناس قديما الرحم العم العمة الخال الخالة أبناء العمومة أبناء الخال أبناء الخالة هذا المجتمع الذي كان متعاونا متماسكا متعاضدا الآن وصلنا لزمان أخوانا الكرام وكأنه الزمان الذي تحدث الله عنه في كتابه الكريم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم خلينا نحكي بأرياحية الآن من يزور من يزور عمه العم والعمة والخال والخالة إنتم تزوروها يعني أنا أريد أن أقوم باستبيان ثمانين في المئة من الناس لا يزورون عماتهم وأعمامهم إلا في الأعياد الرسمية الأعياد الرسمية هناك حتى أثى على الناس حين من الدهر الأعياد الرسمية صاروا يطلعوا يعني مثل ما بيقولوا سفرة بيقول لك والله ما صحلنا متى يلتقون يلتقون في مناسبات الأفراح يعني بيبعت له أنه اليوم بعد أسبوع عرس ولد من أولادي إذا كان هيك يبتجي بتشرفنا أو كذا وهي ما بتصير إلاك مثلا كله ثلاث سنين أو خمس سنين أو عشر سنين بيجي بيأخذ الهي بيقول له نا والله إنه ما صح لي وكذا وهي وهي باقة ورد أو بسموه بوكة ورد أنا لأنه على سفر صار الإنسان يمكن أنه إذا مات إنسان ما تخاله وما تعمه يشارك في العنس هكذا يأتي مثل الغريب أقول هذه هذا من دمك هذا يعني هذا هذا أخو الأم الخالي هذا أخو الأب العم هذه أخت الأب العم هذه أخت الأم الخالة النبي عليه الصلاة والسلام قال الخالة أم وكلما الإنسان ابتعد عن هؤلاء عاش وحيدا ولا يمكن الإنسان أن يعيش لوحده أبدا الإنسان وقت الملمات إذا صار معك مصيبة لا سمح الله ولا قدر وصرت في المستشفى أرفيئك بيجي أول يوم وثاني يوم وثالث يوم يروحوا عنا بعدين من يبقى لا يبقى إلا أخوك لا تبقى إلا أختك بعد انتقال الوالد والوالدي أقرب الناس إليك أخوك وأختك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع قاطع للرحم شفوا أخوانا الكرام قد يروح الإنسان يخبر مجال يستعلم ويروح مثلا يخدم الناس ويكون بجمعيات خيرية في رمضان ويعني يتطوع في العمل الخيري قبل هدول كلياتهم إذا بتروح بالزور خالتك أحسن من العمل كله تروح لعند عم لعند عمي لعند أخ زيك الإنسان إذا إذا تألم أول كلمة يقولها أخ أخ يعني أين الأخ وين الأخ بالنسبة لأخوه هلا هلا كل واحد نسيان التاني هلا نحن في زماننا الذي نعيش فيه هذا في الشرق وهذا في الغرب هذا في السويد وهذا في ألمانيا وهذا في بريطانيا مثل الغربة والله صعب الحياة هكذا أيها الإخوة الكرام بعد أن كان الناس يلتمون في غرفة واحدة يعني صار الناس يعني يشتهي أن يضم أخاه لا تجمعهم إلا وسائل التواصل دخل عمر بن عبسة السلمي على النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له ما أنت قال أنا نبي قال فقلت وما نبي قال أرسلني الله فقلت وبأي شيء أرسلك تبقى قال أرسلني بصلة الأرحام أول كلمة قال له ياها وعادة العرب كانت صلة الأرحام أيها الأخوة والأفكار سبحان الله صلة الأرحام أنا أريد أن أتكلم عن هذا الموضوع يعني بحب وشغف لأنه كل المواضيع هي تهمنا ولكن هذا الموضوع هو أقرب شيء إلى قلوبنا ونحن بشهر رمضان وشهر رمضان إذا ما كان في صلة للأرحام مهم لا نجد معنى من معاني الصيام الإيمانية صلة الرحم أيها الإخوة الأكارم وعندما سأل النجاشي ملك الحبشة سيدنا جعفر بن أبي طالب أخوله سيدنا علي بن أبي طالب فذهب إليه ذهب إليه سيدنا جعفر قال وما هو الشيء الذي يدعو إليه نبيكم شو الشيء لأول شغل قال له قال إنما يدعونا لصلة لصلة الرحم الله عز وجل جعلها صلة الرحم واجبة وآتي ذا القربة مين ذا القربة القريب قريب الدم هذا أخوك أول شيء سبحان الله هلا الأم والأب هدول الأصول الأم والأب والابن وأبن الأبن هدول الأصول بعدين بيجي الأخ والأخت واحد إذا كان رمضان إجا وما ما باركتله بالشهر والمباركة لا تكون بكلمة هي كلمة كل عام وأنتم بخير ويعني عساكم من عواد وإن شاء الله ربي عز وجل يجعل الخير والبركة طيب إذا كان هل صرنا بنص الشهر وما تعرف أنه هذا عم يفطر ولا ما عم يفطر هل هو يستطيع أن يؤمن معيشته ورمضان بده كلفة زيادة عن بقية الشهور فطور وسحور وترتيب معين ونفس الإنسان تشتهي سبحان الله والله يا أخوان الكرام لا يكمل إيماننا حتى نفكر في في أرحامنا سبحان الله مهما كان خطأ ذو الرحم كبير مهما كان يجب أن تعفو عنه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان له قريب اسمه مصطح ومعروف القصة وهو مشى في حاديثة الإفك وفي قول الإفك وكان سيدنا أبو بكر يعطيه مما أعطاه الله يعني داير باله عليه وأساء إلى ابنته كلمة أساء إلى ابنته حتى نتعلم مهما كان خطأه بدك أنت تغفر له حلف يمين أنه لن يعطيه من المال لأنه أساء فنزل قول الله تعالى ولا يأتلي أولو الفضل يعني سيدنا أبو بكر منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربة والمساكين والمهاجرين في سبيل الله الله عز وجل كل شيء يتعلق بالإرث جعله بين الأرحام ما في إرث إلا بين الأرحام الآن النبي عليه الصلاة والسلام وص بالجار يعني فكر النبي عليه الصلاة والسلام قال ما زال جبريه اليوصيني بالجار كثير يعني أهمية الجار وسوف نتكلم عن الجار حتى ظننت أنه سيورثه يعني ولكن لا لا الجار لا يرث جاره ما حدا بيرتك إلا أهل الرحم ولا في حالات الواحد إذا ما عنده أولاد أخوه بيرته إذا لا عنده لا أولاد ولا أخوة أبن عمك بيرتك حسب المسألة طبعا هيجعلها يعني أديش يعني معناته أنه هو منك وأنت منه بالله عليكم ونحن في رمضان وأنا أقول لكم علامي من علامات يوم القيامة هي الجفاء في الرحم وخطيعة الرحم ما من نكون نحن مثال صارخ ليوم القيامة لا بالعكس نحن نعزز القيم الأخلاقية المسامحة مهما كان اذهب إليه ومد إليه يد الخير ويد المسامحة ولو سمعت محاضرة في التلفاز في الدرس أنه القطيعة إنما تودي أو تودي بالإنسان إلى ناري جهنم ولو أنا مسامحة والمسامح إنما هو إنسان طيب النفس كريم الأخلاق وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أيها الإخوة الكرام كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم يعني أنت شوف أنت يعني الواحد يعرف بالنسب أنت من بيت كذا طيب أنت يشوف يعني عمك فلان شو عنده أولاد ماذا عنده من الأولاد تصوروا أنه الناس هلأ عم تجتمع مع بعضها في الأفراح أو في الأطراح يعني في العزاء يعد قدام أفلام يقولوا أنت مين يقولوا أنا والله ابن عمك فلان شبحان الله كبران يعني إذن صلى عشر سنين من أول الأزمة ما شايفه أو يعني يكون هناك سبب موجب يعني مثلا أنه سافر لازم تعرف أنه عمك الفلان لأخ الوالد عنده من الولد من الذكور فلان وفلان وفلان وعنده من الإناث فلان وفلان وقد تزوج والأولى تزوجت من فلان تتعرف أنه هذا صهر وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا اللهم إني أسألك اللهم إني أسألك نفسي هذا هو حال الإنسان الذي لا يعرف حق الله في في الرحم أيها الإخوة الكرام أما الذين يصلون أرحامهم أو لا مثلا تساوي عزيمة قال كان رمضان كله عزيم لم يد للأرحام يقولوا مثلا أول يوم للوالد والوالدة تاني يوم لأخي الكبير وأولاده تالت يوم هكذا عدني يقول اليوم العاشر لعمي وأولاده ثم كذا وكذا وكذا صل الأرحام الصلة وسوف أشرح كيف تكون الصلة إن شاء الله في محاضرة أخرى والذين يصلون ما أمر الله به أن أن يوصل وصلهم لح تشوفوا أن الصلة هناك صلة غير صلة كل عام وأنتم بخير ورمضان مبارك وتبعت له على المجموعة خمسين واحد من الرحم تبعت له إياهم مثل ما بيقولوا في إنسان بدك تعيده معايدة خاصة هذا العم الكبير اللي عمره 80 سنة هذا بدك تروح لعنده وتروح وكلك حب إذا مات والدك مين بعد والدك شبيه والدك أو تلك العم شبيهة الوالد أو تلك الخالة شبيهة الأم والنبي والنبي يقول عن الخالة قال الخالة أم في الحديث قال ألك أم قال لا يا رسول الله قال ألك خالة قال نعم قال فبرها روح بر الخالة وكأنك تبر أمك أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يصل الرحم وبدك تصل الرحم كما أمر الله عز وجل وسوف أتحدث في الحلقة القادمة إن شاء الله عن كيف يصل الإنسان رحمه يمكن نحن ما بنعرف يمكن أنه بدك تعلم أطفالك تاخدهم وتروح لعند عمتك ولعند خالتك ولعند خالك ولعند عمك هؤلاء أنسباؤنا هؤلاء أقرباؤنا هؤلاء هم أصلنا حتى نعيش حياة مفعمة بالحب وبالخير أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدنيا يلستي بدار المقر كظل الشجيرة عند السفر ويوم القيامة أضحى قريما تبدت أماراته والأذار وغفلتنا وغفلتنا أعمت القلب لكن سيصحو إذا ما أتاتوا النظر فإما الجحيم وفيها سعر وإما الجنان وفيها نهر فإن الجنان وغفلتنا ترجمة نانسي قنقر